السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا حلقتنا اليوم من أخبار فذكية هو انتهاء تراجع عطارد عطارد اللي له ثلاث أسابيع بيتراجع في برج العذراء يعني في برج أساسا كوكبه هو عطارد أثر بشكل كبير وسلبي على الجميع والكل لمس تأثيرات اللي نبهنا منها في الحلقة اللي تحدثنا عنها عن بداية التراجع المواصلات وازدحام الطرق والحوادث والأعطال الإلكترونيات والتكنولوجيا والعصبية والحدية بالطباع يعني هاي الأمور كانت طاغية الآن عطارد بدو يرجع للحركة الأمامية ولكن الحركة الأمامية يعني هو رح ينهي عملية التراجع يوم 15-9 ولكن بتنتهي التأثيرات السلبية للتراجع يوم 19-9 يعني هو بنهي زي ما حكينا 15-9 يوم الجمعة الساعة 8-21 دقيقة مسان ولكن باستمر التأثير السلبي إلى يوم 19-9 رغم أنه إحنا رح نحكي أنه رجع للحركة الأمامية وسعيد بطبعه ولكن أنه بظل في نوع من أنواع القلق يعني انتبه برضو ما تبالغ بمجهوداتك بعديها رح يظل بحركة أمامية في برج العذراء لغاية يوم 15 لأول 8 دقائق من بعد منتصف الليل يعني ساعة 12 وثمن دقائق بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش بنتقل من العذراء للميزان بالنسبة لكوكب عطارد هو المسؤول بتأثيراته عن القدرة على التفكير نقل الأفكار للغير تقوية الذاكرة الذكاء الكتابة التحليل قوة الحدث وبيتحكم بالاتصالات والمواصلات وما يتعلق بهما أما بالنسبة لصفاته وصفاته أو الصفات اللي بيمنحها للجميع لما بيكون مؤثر بزوايا مباشرة بعض الفضول العفوية قوة الاتصال التعبير عشق الحرية قوة التفكير والتحليل للأمور وكثرة الحركة ولكن لما بصير منتحس أول صفة بتظهر العصبية طيب عشان نحدد إيجابية وسلبية عطارد كيف رح تكون الآن بعد ما بده يرجع للحركة الأمامية أول شي لازم ننتبه للزوايا إيش الزوايا اللي رح يشكلها مع الكواكب الكبيرة أول زاوية رح يشكلها زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين عطارد وبين المشتري هاي رح تكون يوم خمسة وعشرين تسعة طبعا هاي الزاوية بتشجع وبتشجعنا لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات لدى العديد من الناس بتزيد من منا للعلوم الطبية والأستاذة والأمور الدينية بتدفعنا لممارسة وظيفة حرة وبرضو هذا التحول بيعطي أن هاي الفترة مناسبة لاتخاذ قرار على المستوى المالي أو المادي والقيام بخطوات يعني بتمنحنا ترقي في وظيفة أو حل خلافات أو دعاوة قضائية بشكل ودي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون ذروتها يوم ثلاثين تسعة من باشر بأكثر من مسعة في أكثر من اتجاه في نفس الوقت يعني نشاط عالي جدا بيكون عندنا وبيجينا أشياء لها علاقة بإشي بتطلب مننا أن نتحرك بشكل مفاجئ يعني سفر مفاجئ رحلة مفاجئة تنقلات مفاجئة موعيد مفاجئة وبرضو بتعزز قدرتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مسائل علمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وقوة الحدث الموجودة لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين عطارد وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون يوم اثنين عشرة يعني قبل الانتقال بيوم هاي الزاوية يعني تعمل نوع من أنواع الصعوبات في معرفة مشاعر الآخرين بيكون صعب علينا التعامل معهم ممكن ينتج عن ذلك سوء التفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفي الناتجة عن ذلك وبرضو ممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا أو توقعاتنا أو حدثنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهاي زاوية رح تكون دروتها يوم ثلاثة عشرة بتزيد من حد الذهن وحدثنا ونقدنا وبتمنحنا حبل العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا على تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة طبعا بالنسبة لعطارد بما أنه رح يكون موجود بالعذراء الزواية اللي رح يشكلها أغلبها إيجابية فرح يكون في كثير من الأوقات هو سعيد بطبعه طبعا الآن لما بيصير في عنا لهي عملية الحركة الأمامية هذا الشيء بعطينا نشاط عالي جدا قدرة على التركيز قدرة على الإقناع رغبة في الدراسة أي برضو بيصير عنا نوع من أنواع معرفة الأشياء اللي احنا بنا نعبلها رغبة بالمطالعة بالتنقلات بإقناع الآخرين بوجهة نظرهم السفريات والتنقلات والاهتمام بالسيارات والتكنولوجيا بزيد بشكل كبير أي برضو بيستفيد من هاي الطاقة طبعا أغلب المستفيدين هم موليد برج العذرة والجوزاء الآن في نقلة بدأت تصير نوعية أنه هم أكثر المتضررين كان لما بتراجع الآن هم أكثر المستفيدين من هذا الموضوع وطبعا كل شخص لما نولد كان موجود عنده عطارد في برجه أو في طالعه وأيضا موليد الأبراج الترابية وموليد الأبراج المائية لأنه هو في برج الترابي معناته الثور والجدي والسرطان والعقرب والحوت وكل شخص زي ما حكينا تواجد عنده عطارد في ساعة ميلادته في برج العذراء طبعا في نوع من الأشياء اللي رح يكون فيه اكتشافات جديدة في خلال الفترة هاي بتتعلق بالاتصالات والمواصلات والعقاقير الطبية الناجحة ورح تجد أنه الفترة هاي بتنشط عملية إما كشف عن منتجات أو اختراعات جديدة بتتعلق بالاتصالات والمواصلات بالنسبة للأشخاص اللي بنولدوه وبكون عطارد موجود عندهم بالعذراء هذول الأشخاص بتكون عندهم أفكار دقيقة وبسرعة بدرسوا الموضوع بسرعة بيحللوا الموضوع وبسرعة بيصلوا للنتيجة اللي بدهم إياه وبسرعة بيوصلوا الفكرة اللي بدهم إياه بدخل في صلب الموضوع دايريك تيك هيك يام خلصنا طبعا بما أنه الآن عطارد يرجع زي ما حكنا للحركة الأمامية من 15-9 لغاية 15 وهي إيجابية على عموم الأبراج اللي ذكرناها اللي هي الترابية والمائية ولا استثناء الجوزاء رح يستفيد كمان من هذا الموضوع فهنا خلينا نشوف إيش التأثيرات رح تكون على جميع الأبراج طبعا تسمع برجك وبتسمع طالعك برج الحمل بالنسبة لمعليد برج الحمل طبعا هنا رح يعطيك القدرة عطارد على إظهار أفكارك الخلاقة وخصوصا بالعمل وعلاقاتك مع مسؤولين بالعمل ومع زملائك بالعمل وبتستطيع أنك تأثر فيهم بشكل كبير وممكن اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يبدأوا عمل جديد هاي فترة برضو ممتازة عندك الكثير من الأفكار اللي ممكن تلقى طريقها للتحقق في هاي الفترة من خلال الحوار والرأي والتبادل الأفكار والتشاركية مع الآخرين ممكن تعقد كثير من الاجتماعات وتحضر لكثير من المشهورات وبرضو بيصير لك حضور فاعل في كل هاي المجالات اللي بتخص عملك برضو على المسألة الصحية ممكن يكون لك مراجعات أو اكتشافات لتحديد أسباب أمراض معينة خصوصا اللي عندهم أمراض مزمنة أو يعني أشياء لها علاقة بالأعصاب والعضلات أو اللي بدها متابعات دقيقة ممكن تجد الدواء المناسب لهذه الأمور برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعاً هو نعطارد في البيت الخامس لا إلك معناته تجميل وحب وعاطفي ورومانسية وطريقة التواصل العاطفي مع الأحبة وبرضو بعطيك نشاط أدبي وفني ومسيات محاضرات ندوات هوايات الأضواء مسلطة عليك في هاي الفترة ممكن تحاول إخراج إبداعاتك الحقيقية راح تكون صاحب حضور رائع وحاج مبهج لأيها الكلمات اللي فيها هاي الوزن وبتجد الطريق الأنسب لتقديم الدعم المعنوي لأطفالك وبندفعهم للتحصيل العلمي أو الدراسة أو هواي معينة من خلال التحفيز وزي ما حكينا برضو عندك قدرة عالية للتواصل مع الحب الحبيب الحصة يعني بينه وبينها أنت عارف مين برج الجوزة بالنسبة لما أوليد برج الجوزة طبعا تنشطه الآن بشكل كبير وبشكل إيجابي بالأمور اللي إلها حلاقة بالبيت بالعائلة بالعقارات بسكن باستئجار بيت شراء بيع تجارة العقارات اللي بيشتغلوا في هاي المجالات أو أي شيء بيتعلق فيها حتى اللي بيشتغلوا في مجال الصيانة أو الدكور بيبدعوا الفترة هاي بتنشطوا بعلاقاتكم المنزلية مع أفراد العائلة بيسود جو من الحوار الخلاق اللي بيعيد عن التوتر والمزاجية والإنفعال وبيكون عندك أفكار رائعة لإدخل تحسينات على المنزل بشكل مختلف ورؤية جديدة ممكن زي ما حكينا تنشطوا في المسائل اللي إلها علاقة بالعقارات ولكن زي ما حكينا بدأت تكون مبنية على أساس واضح بعيدة عن هيك التوقعات والتكاهنات يعني يعني كل إشي يخلي واقعي بالنسبة للعلاقة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا أعطارد رح يعطيكو طاقة رائعة خصوصا في البيت التاسع عفوا في البيت الثالث فهنا نشاطات تنقلات اتصالات دراسة حوار نقاش إقناع تسويق تجارة محلية كل هدولة اللي رح تستفيدوا فيها حتى علاقاتكم مع الإخوة مع الجيران فعشان هيك بصير فيها عندك زيادة بالرغبة بالتنقلات والنشاطات اليومية خصوصا الأشياء اللي إلها بعد فكري تعليم دراسة يعني بتحاول أنك تبحث عن أفضل العلاقات اللي بتحفز عقلك وفكرك ممكن تجري العديد من الاتصالات المهمة تتعرف على مواضيع جديدة مناقشة أفكار طالما أرقتك عندك مجموعة من اللقاءات الحقيقية اللي بترضي طبيعتك أو طبيعة الباحث في كل جديد وبرضو عندك تنتبه أثناء تنقلاتك لأنه اندفاعك ممكن يسوي لك مشاكل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا أنت مقبل على فترة مالية كبيرة فيها فرص عالية جدا بالأرباح والمكاسب اللي أغلبها بتيجي عن طريق عمل إضافي عندك أفكار كثيرة وطرق جديدة لكسب المال عندك القدرة على إدارة المشاريع المالية والأمور البنكية والمصاريب عندك فيه مشروع معين في رأسك حابب أنك في دماغك حابب الترجم على أرض الواقع هذه الفترة المناسبة للبدء بهذا المشروع وبشكل مباشر ودون تردد ممكن تبدأ عمل جديد في مجال الأدب أو الكتاب أو التأليف ودلقى نجاح في هاي الفترة حيويتك ممتازة ولكن هو الفكر المال المسيطر برج العذرة بالنسبة لما وليد برج العذرة أنت يعني رائع راح تكون خلال فترة هاي صحيح أنت ما استفدت أولي شي من الشمس لما دخلت ولا من الزهرة ولا هذا زي الأسد الآن الحركة صارت لصالحك أكثر فعشان هيك بصير عندك قدرة على الإقناع والتفاهم بعيد عن النقد اللاذع بتلاقي أراك وكلها ناس تسمعك وتتجاوب معاك تقريبا بتقدر توصل المعلومة بالشكل اللي أنت بالدكية بتعمل على تنشيط الأجواء من حولك بالأجواء الرائعة الطاقة والحيوية ممتازة التنقلاتك اليومية والتصلاتك المهمة برضو راح تكون سلسلسة تقدر توضح الأمور على أساس قوي من أي شي يعني ما تخلي أي شي ينكد عليك عشان هيك حاول أنك تستفيد هاي الفترة بتزيد رغبتك في القراءة والمطالعة والفهم العميق ويعني عند قدرة التحليل لأشخاص رائع برضو بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هاي فترة عميقة جدا راح تكون في حياتك ليش لأنه لآن عطارد موجود في بيت المتاعب والشمس موجود عندك هاي الخلطة يعني هيك بتخليك تحاول أنك تفهم كثير من الأشياء الغامضة بالنسبة لأي بتبحث عن أمور كبيرة وأفكار كونية وأبعاد ومش عارف إيش والأشياء هاي بتحاول تفهم كل شيء حواليك بتحاول أنك تغوص جواك وجوا أي مسألة عشان تفهم تفاصيلها بتحاول الخوض في حوارات ذات بعد فلسفي وديني وغيبي تبتعد عن النقاشات اليومية الفارغة ممكن تقدم لك هاي الفترة شيء جديد تلتقي أشخاص أو أصدقاء محددين تبحث فيها عن موضوع مستقبلي مهم بيخص حياتك أو لاسيما الفنية أو الأدبية برج العقرب برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أنت خلال الفترة هاي نشاطك عالي جدا أنت شخص اجتماعي بشكل مرعب رح تكون وعلاقاتك مع أصدقائك في أصدقاء جدد رح يدخلوا حياتك تقدر تدير علاقتك مع الأصدقاء بشكل جيد بتعمل على تمتين العلاقات وبناءها بشكل منطقي في هاي الفترة بتقدر تختصر مين ما بدك تبدأ مع مين ما بدك بتتنازل كثير عن بعض المعتقدات السابقة تبحث عن أفكار بتناسب وضعك في هاي الفترة في مشروع تشاركي بيكون لك في دور كبير والحضور الأجمل مناسبات وعلاقات وأمور زي هيك أو دعوات تستطيع أنك تقنع الآخرين بوجهة نظرك وتغير مسار لكثير من الأمور حولك بطريقة إيجابية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا أنت أصحاب أفكار خلاقة وحركة ونشاط وقدرة على الإبداع من العدم وطبعا عملية وجود في بيت العاشر لا إليك اللي هو بيت السمعة معناته توقع أن يكون لك يا توظيف جديد يا مقابلات أو تقديم طلبات على أعمال جديدة يا إما ترقيات وترفيعات الكثير من أفكارك بتجد طريقة لتحقيق لتحقق على أرض الواقع مع المسؤولين عنك في العمل وممكن تتعامل معهم بشكل يعني هيك ند لا ند أنا عندي معلومة وانت عندك معلومة بس معلومتي راح تكون أحسن من معلومتك هيك يعني راح تقدم لك أفكار بتعود بالربح أو الفائدة على الجميع أنت أمام مشروع يعني ما يمكن إلك زمان أنت بتفكر أنك تحققه ولكن الآن بلشت تتضح الرؤية لهذا الموضوع أهمش أنك ما تتأخر في إعلانه وبكل قوة إذا كان جاهز برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هذا الشهر هيك نقدر نحكي الآن فترة الانطلاق فترة التحليق فترة الأسبوع القادمة هاي راح يكون في كثير من الأشياء الغريبة في حياتك الإيجابية شهر سفر الخارجي الانتقال لبلاد بعيدة الناس راح تهاجر دراسات جامعية مناقشات رسالات جامعية امتحانات برضو بتحقق نجاحها سفر أحبة أو استقبال أحبة من خارج البلاد علاقات مع أجانب الاستراد والتصدير أوراق ومعاملات قانونية يعني بكل المجالات والمؤتمرات واللقاءات وهذا كله بعود عليك بالخير والنفع والشهرة بإمكانك متابعة دراستك عندك عندك قدرة على الإقناع تتجاوز كثير من العقبات على المستوى الدراسي تعامل مع الأجانب زي ما حكينا يعني الأجواء تقريبا على كل شيء ذكرناه رح يكون ممتاز جدا حتى على المستوى العاطفي حاول تستغل هاي الأيام برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هذا الشهر منقدر نحكي أو هاي الفترة يعني بدك تحاول قدر الإمكان أنك هيك تضبط ميزانيتك فيها لأنه هاي الفترة رح تندفع بإتجاهات ممكن تكون مغررة شوي يعني تروح تأخذ قرض وانت أساسا ما عندك قدرة على السداد ممكن تدائن فلوس وما يكون عندك قدرة على سد هاي الفلوس فعشان هيك هاي الفترة حاول أنك أنت تضبط فيها ميزانيتك تراجع حساباتك المالية بدقة تصفي الأجواء ووضع النقاط على الحروف في مختلف الأمور لا سيما الأمور المالية عندك القدرة على تحديد موارد دخلك ودعمها بأفكار جديدة ممكن تطورها صحيا بإمكانك اتباع دور غذائية أو برنامج جورجيم أو دايت مثلا القيام بعمليات جراحية أو تجميلية بهذه الفترة برضو تعزيز العلاقات على مستوى البيت والعقارات ولكن بدون مبالغات كبيرة الأجواء جيدة حتى دار المكاسب المالية أو المطالبة بالحقوق أو مطالبة بميراث مثلا فاستغلها على الأجواء المالية ورسم مشروع جديد لإلك تكون مميز برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا الآن عطارد رح يكون في بيت الشراكة يعني شراكة مالية شراكة عاطفية بمنحك القدرة على الحوار البناء يعني بينك وبين شريك العمل أو شريك العاطفة أو ما بين الأزواج بيسود فترة جيدة للتفاهم والحوار بعيد عن التوتر والمشاحنات والإنفعال والعصبية والطوش والهان لا تضع خطوات عملية لتطوير الشراكة العملية أو افتتاح مشروع مشترك مع أحد الأشخاص أو تبدأ يعني شركة أو ممكن بتحب وحدة عندك تتزوجها شركة هاي برضو يعني تطلع لفل جديد يعني طلعنا مرحلة جديدة فهاي الفترة جيدة لهاي الأمور حاول أنك تستغلها بشكل جيد لأنها رح تعطيك دعمة ممتازة جدا هيك منكون تقريبا انتهينا من هاي الأخبار الفلكية وانتقال عطارد ويعني حاولت أعطيك طاقة إيجابية على الكل لأنه فعليا رح يكون فيه طاقة إيجابية ولكن الملاحظة من الموضوع أنه زي ما حكينا عطارد لما بيكون منتح سبعطينا العصبية حاولوا قدر الإمكان توقعات اليومية تسمعوا هل هو سعيد ولا منتحس هذا اليوم إذا كان منتحس معناته دير بالك لأنه ممكن تولع في اللي حواليك وانسى كل هذا الحك اللي أنا حكيته لأنه ما رح يزبط معك هيك منكون انتهينا من حلقتنا على هذا اليوم والله وأعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة